اشتركوا في القناة على الحجاج والمعتمرين تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وكالة شؤون المطبوعات والنشر بالمملكة العربية السعودية تقدم دليل الحاج والمعتمر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحج الأكن من أركان الإسلام لكن من نعمة الله أن الحج ليس بواجب في العمر إلا مرة واحدة وينبغي للحاج أن يخلص نيته لله عز وجل لأن الله قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ثانيا أن يتبع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ثم نوصي إخواننا الذين يريدون الحج ألا يشرعوا في السفر إلى الحج حتى يكونوا قد تعلموا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج حتى يتأسوا به وليمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله خذوا عني مناسككم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق مكة المكرمة فيها بيت الله العتيق ما هو أفئدة المسلمين أينما كانوا في أنحاء المعمورة إليه تتجه الجباه والقلوب خاشعة متذللة لله عز وجل خمس مرات في اليوم والليلة يأتي إليه المسلمون من كل فج عميق ليؤدوا مناسكهم وليطوفوا حول الكعبة المشرفة مذبناها خليل الله إبراهيم عليه السلام امتثالا لأمر ربه ولكي يلبوا نداء الله بالحج إلى هذا البيت ولتكون الكعبة هي أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه على هدي وبصيرة وبعقيدة خالية من المعتقدات الباطلة والمفاهيم الخاطئة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وحين أراد الله لشمس الإسلام أن تشرق بعث خاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الحق ليظهره على الدين كله وليبين للناس ما وقعوا فيه من جهل وضلال ويوضح لهم حقيقة عبادة الله التي خلق سبحانه وتعالى الإنس والجن لأجلها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فالحج ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى أحج والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مرة واحدة في العمر عند توفر الاستطاعة المادية والبدنية وتفد إلى الأراضي المقدسة في كل عام الملايين من الحجاج والمعتمرين لأداء هذه المناسك وإيمانا من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يحفظه الله بأهمية هذه الفريضة وضرورة تقديم أفضل الخدمات لكل من جاء لأداء هذه الشعيرة فقد سخرت المملكة العربية السعودية كافة إمكاناتها المادية والبشرية ووجهت كافة وزاراتها لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم وأمنهم منذ وصولهم إلى أراضيها وحتى مغادرتهم إلى بلادهم تحفهم عناية الله عز وجل وستلمس أخي الحاج والمعتمر أن هناك الكثير من المشاريع والخدمات والبرامج المختلفة التي أعدت من أجل راحتك وأمنك واستقرارك فلا تتردد في الاستفادة من كل هذه الخدمات وأهلا وسهلا بك أخي المسلم ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فما رثث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب للحج ثلاثة أوجه تعرف بالأنساك ولكل نسك صفة وواجبات يجب الإتيان بها حتى يكون الحج صحيحا وهذه الأنساك الثلاثة هي التمتع والقران والإفراد وأفضلها هو التمتع لمن لم يسق الهدي وهو النسك الذي أمر به رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه فأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها بطواف وسع وتقصير ويحل الحل كله فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي وفيه وخرج إلى المشاعر وأتم الحج وعليه الهدي فإن لم يجد فأصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج والعمرة وبقي على إحرامه لا يتحلل ثم يخرج إلى المشاعر في اليوم الثامن ويتم بقية النسك المكون من النسكين عمرة وحج إلا أنه لا يسعى لأنه سعى بعد طواف القدوم وعليه هدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وأما الإفراد أن يحرم بالحج وحده إذا وصل إلى الميقات قال لبيك حجا فإذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى أن يتم النسك وليس عليه هدي لأنه لم يجمع بين العمرة والحج وأفضل هذه الأنساك التمتع ثم القران ثم الإفراد وتبدأ أركان الحج عموما بالإحرام الذي يعني النية في دخول النسك ويجب الإحرام من أحد المواقيت المعلومة التي حددها وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم للوافدين من مختلف الأرجاء إلى البيت الحرام قبل الوصول إليه وهذه المواقيت هي ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ويسمى اليوم أبيار علي الجحفة وهي ميقات أهل الشام تقع بالقرب من مدينة رابغ والناس يحرمون اليوم من رابغ قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد ويسمى اليوم السيلة الكبير يلملم وهو ميقات أهل اليمن ويحرم الناس حاليا من السعدية ذات عرق وهي ميقات أهل العراق وأهل مكة يحرمون منها للحج أما للعمرة فيحرمون من التنعيم أو من أي مكان خارج حدود الحرم وهكذا أهل جدة يحرمون من جدة فالواجب على كل من مر على هذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها ومن تجاوزها متعمدا دون أن يحرم يلزمه الرجوع إليها والإحرام منها وإلا فعليه دم شات يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها فإذا وصلت أخي المسلم إلى الميقات برا بالسيارة ونحوها فاغتسل وتطيب إن تيسر لك ذلك ثم البس ثياب الإحرام إزارا ورداء أبيضين نظيفين والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب غير متبرجة بزينة ثم منوي الإحرام بالعمرة قائلا لبيك عمرة أما إذا كان قدومك بحرا أو عن طريق الجو فقد جرت العادة أن يعلن قائد الطائرات وربان السفن للركاب عن مرورهم بمحاذاة الميقات ليستعد الحجاج للبس إحرامهم ولا بأس في هذه الحالة إذا خرج الحاج أو المعتمر من بيته في بلده بلباس الإحرام ومن ثم يشرع في التلبية إيذانا بدخوله في النسك عندما يعلم بمرور السفينة أو الطائرة بمحاذاة الميقات ويجهر بالتلبية الرجال دون النساء وبعد إحرامك بالعمرة تكون بذلك أخ الحاج قد دخلت في النسك الذي يحرم عليك معه فعل أي من محظورات الإحرام وهذه المحظورات هي إزالة شيء من الشعر أو الأظافر ولكن إن سقط منها شيء بدون قصد أو إن أخذ شيئا من شعره أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا الحكم فلا شيء عليه التطيب في البدن أو الثوب ولا بأس بما بقي من أثر الطيب الذي فعله قبل إحرامه التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير أو الإعانة عليه قطع شجر الحرم ونباته الأخضر وهذا للمحرم وغير المحرم ولا يلتقط اللقطة في البلد الحرام إلا لتعريفها لا يخطب المحرم النساء ولا يعقد النكاح عليهم سواء لنفسه أو لغيره ولا يجامعهن ما دام محرما ولا يباشرهن بشهوة يحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنه يجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة تغطية الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس أما الاستضلال بالشمسية أو سقف السيارة أو حمل المتاع عليه فلا بأس فيه وإن غط المحرم رأسه ناسياً أو جاهلاً الحكم فإنه يزيل الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليه لبس القميص أو المخيط بعامة على الجسم كله أو بعضه البرانس والسراويل والعمائم والخفين إلا إذا لم يجد إزاراً فيلبس السراويل أو إذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين ولا حرج ويجوز للمحرم لبس النعلين والخاتم ونظارة العين والساعة وسماعة الأذن والحزام والكمر الذي يحفظ فيه المال والأوراق كما يجوز تغيير ثياب الإحرام وتنظيفها وغسل الرأس والبدن وإن سقط مع ذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه كما لا شيء في الجرح يصيبه وليس للإحرام صلاة مخصوصة كما يظن كثير من الناس كما يجب على الحج والمعتمر أن يلتزم بما أوجبه الله عليه من فرائض دينه كالصلاة في أوقاتها جماعة وتجنب ارتكاب الذنوب والمعاصي والرفث والفسوق كغيره من المسلمين وتصل بنا الرحلة إلى مكة المكرمة حيث بيت الله العتيق ويستحب للمحرم أن يغتسل عند وصوله إلى مكة المكرمة وعندما يدخل المسجد الحرام يقدم رجله اليمنى ويقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويشرع هذا الدعاء عند دخول سائر المساجد ثم يتجه المحرم إلى الكعبة المشرفة ليشرع في الطواف ومن السنة الاطباع في هذا الطواف وهو أن يكشف الرجل المحرم عن كتفه الأيمن جاعلا وسط ردائه تحت ابطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر ثم يشرع في الطواف سبعة أشواط بادئا من الحجر الأسود فإذا تسنى له الوصول إليه فإنه يقبله إن استطاع ولا يؤذي الناس بالمزاحمة والمدافعة ولا بالمشاتمة والمضاربة فإن ذلك خطأ لما فيه من أذية للمسلمين ويكفي أن يشير إلى الحجر الأسود من بعيد قائلا الله أكبر ثم يبدأ الحاج أو المعتمر طوافه ذاكرا ومستغفرا وداعيا الله بما شاء من الدعاء أو قراءة القرآن دون أن يرفع صوته بأدعية مخصوصة كما يفعل البعض فإن ذلك يشوش على غيره من الطائفين فإذا وصلت أخي الحاج إلى الركن اليماني فاستلمه بيدك إن تيسر لك ذلك ولا تقبله أو تتمسح به كما يفعل البعض مخالفين بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتيسر لك استلام الركن اليماني فامضي دون أن تشير إليه أو تكبر ومن السنة أن يقول الحاج بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهكذا يكمل الحاج طوافه على مثل ما بدأه سبعة أشواط بادئا بالحجر الأسود مع كل شوط ومنتهيا إليه كما يسن الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم فقط هناك أخطاء تصدر من بعض الحجاج والمعتمرين أثناء طوافهم بالكعبة منها الدخول في الحجر أثناء الطواف معتقدين أن هذا من الطواف والواقع أن الطواف من داخل الحجر يبطله لأنه بذلك قد أنقص من طوافه ويكون حينئذ قد طاف ببعض الكعبة ومن المخالفات كذلك استلام جميع أركان الكعبة وربما جميع جدرانها والتمسح بها وبأستارها وبابها وبمقام إبراهيم فكل ذلك لا يجوز لأنها من البدع التي لا أصل لها في الشرع ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز رفع الصوت أثناء الطواف لأن في ذلك تشويشا على المسلمين كما أن من الأخطاء التي تحدث في الطواف مزاحمة النساء الرجال خاصة عند الحجر الأسود وعند مقام إبراهيم فيجب الابتعاد عن ذلك أما وقد انتهيت أخي الحاج من الطواف فبادر بتغطية كتفك الأيمن ومن السنة المؤكدة بعد الانتهاء من الطواف الصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر لك ذلك وإلا فصل الركعتين في أي مكان من المسجد الحرام تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وتقرأ في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد وإن قرأت بغيرهما فلا بأس في ذلك ثم اخرج إلى الصفا للسعي سبعة أشواط فإذا دنوت من الصفا ابدأ بما بدأ به الله عز وجل قائلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ثم اصعد على الصفا واستقبل الكعبة واحمد الله تعالى وكبره ثلاثا رافعا يديك وادعو وكرر الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويكرر هذا الذكر ثلاثا ويدعو بين ذلك بما شاء وإن اقتصر على أقل من ذلك فلا حرج ولا يرفع يديه إلا إذا كان داعيا ولا يشير بهما عند التكبير فإن ذلك من الأخطاء الشائعة عند كثير من الحجاج والمعتمرين ثم ينزل المحرم من الصفا متجها إلى المروة ماشيا يدعو بما يتيسر له من الدعاء لنفسه وأهله وللمسلمين فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضا شديدا وذلك للرجال دون النساء إلى أن يبلغ العلم الثاني فيمشي كعادته حتى يصل إلى المروة وعندما تصل أخي الحاج إلى المروة فاستقبل الكعبة وقل ما قلته من الذكر عند صعود الصفا وادعو بما شئت ثم انزل وامشي حتى تصل إلى العلم الأخضر فاركض حتى تصل إلى العلم الثاني ثم تكمل مشيك كالمعتاد إلى أن ترق الصفا وهكذا تكمل سعيك على هذه الصفا سبعة أشواط فيكون ذهابك من الصفا إلى المروة شوطا ورجوعك من المروة إلى الصفا شوطا آخر ولا حرج عليك إذا بدأت السعي ماشيا ثم شعرت بالإرهاق أو ألم بك عارض صحي لا قدر الله أن تكمل سعيك راكبا العربة ويجوز للمرأة الحائض والنفساء أداء السعي دون الطواف لأن المسعى ليس من المسجد الحرام ومن الأخطاء إسراع النساء أثناء السعي بين العلمين الأخضرين بعد إتمام السعي يقصر المحرم شعر رأسه إن كان متمتعا ولا بد من تعميم جميع الرأس في التقصير والمرأة تقصر من شعرها قدر ألملة وهي رأس الإصبع وبهذا يكون الحاج المتمتع قد أتم عمرته ومن ثم يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام وينبغي للحاج والمعتمر أن يكثر من التلبية في وقتها وهي في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدع بالطواف وفي الحاج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة صباح العين يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الثامن من ذي الحجة يوم التروية في هذا اليوم يتجه الحجاج محرمين على اختلاف نسكهم متمتعين وقارنين ومفردين إلى صعيد ميناء اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويستحب التوجه إلى ميناء قبل الزوال أي قبل الظهر فيصلي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للصلاة الرباعية وبدون جمع ولا فرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم والسنة أن يبيت الحاج في ميناء يوم التروية حتى إذا صلى فجر التاسع من الحجة انتظر حتى تطلع الشمس فيسير إلى عرفات بهدوء وسكينة ملبيا ومكبرا التاسع من ذي الحجة يوم عرفة تتوافد جموع الحجيج إلى صعيد عرفات في هذا اليوم المشهود الذي وصفه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بأفضل الأيام ويقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها في هذا اليوم العظيم ومن السنة أن ينزل الحاج بنمر إن تيسر له ذلك وإلا فليتأكد من نزوله داخل حدود عرفة وهناك الكثير من العلامات واللوحات الإرشادية التي تبين ذلك وعرفة كلها موقف وفي هذا اليوم العظيم احرص أخي الحاج على إشغال نفسك بالتلبية والذكر وأكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل واتجه إلى الله عز وجل خاشعا متضرعا واجتهد في الدعاء لنفسك وأهلك وأولادك ولإخوانك المسلمين جميعا فإذا دخل وقت الظهر خطب الإمام في الناس خطبة تذكير ووعظ وإرشاد ثم يصلي بالحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما شيئا وتجنب الوقوع في أخطاء تضيع عليك الأجر والثواب في هذا اليوم العظيم والموقف الكريم ومن هذه الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج النزول خارج حدود عرفة وبقاؤهم في أماكن نزولهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون إلى مزدلفة الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس وهذا غير جائز لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يتزاحم البعض ويتدافعون من أجل الصعود إلى جبل عرفة والوصول إلى قمته والتمسح به والصلاة فيه وهذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع إضافة لما يترتب على ذلك من أضرار صحية وبدنية استقبال جبل عرفات في الدعاء والسنة هي استقبال القبلة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أن ليس عليكم جناح أن تبتو فضلا من ربكم فإذا أخضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث وفاضلوا الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم المزدلفة عند غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام المزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه أن كتب لهم شهود وقفة عرفات وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها ومن ذلك انصرافهم لالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا والصلاة أولى واعتقادهم أن حص الجمار لا بد أن يلتقط من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الانصراف إلى منا آخر الليل فإذا صل الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله والتكبير والدعاء بما يتيسر له ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي سبع حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى والباقي يأخذه من منا ومن ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منا ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله وعندما يصل الحاج إلى منا يبادر بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصات ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه والحلق أفضل والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهذا الترتيب أفضل وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منا بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فهم يرمونها بغيظ مصحوبا بسب لهذه الشياطين وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله رمي الجمرات بحصا كبيرة أو بالأحذية أو الأخشاب وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحرر الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه رمي الحصا جميعا دفعة واحدة وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصا واحدة والمشروع رمي الحصا واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصا فإذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد تم له التحلل الأول وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابة وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى من قبل مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا فيلزمه السعي مع العلم بأنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منا والنزول إلى مكة بعد الفراغ من رمي الجمرات وبعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء ثم يرجع إلى منا للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أو ليلتين لمن أراد التعجل مصداقا لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاثة بعد الزوال من الأيام التي يقضيها في منا ويكبر مع كل حصات ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافع يديه يدعو بما شاء أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ثم يخرج من منا قبل غروب الشمس فإذا غربت عليه الشمس وهو في منا يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيمضي ولا يلزمه المبيت بمنا طواف الوداع وتعرج بنا الرحلة مرة أخرى إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق وقد شارفت الرحلة على نهايتها بعد أن فرغت وفود الحجيج من أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها وليكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي يلزم الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا إلى بلده ولا يعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء المدينة النبوية وصفة زيارة المسجد النبوي وإلى المدينة النبوية مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومثواه نشد الرحال لزيارة المسجد النبوي الشريف الذي هو أحد ثلاثة مساجد لا تشد الرحال إلا إليها كما قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ومع أن زيارة المسجد النبوي ليست شرطا أو واجبا في الحج بل ليس لها بالحج أي رابط أوصلة وليس لها إحرام إلا أنها مشروعة ومستحبة في أي وقت طال العام وطالما أن المرأة قد وفقه الله ويسر له الوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين فيسن له الذهاب إلى المدينة النبوية للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعد الصلاة فيه خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ثم ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وصلت أخي الزائر إلى المسجد النبوي فقدم رجلك اليمنى في الدخول وسم الله تعالى وصل على نبيه صلى الله عليه وسلم واسأل الله تعالى أن يفتح لك أبواب رحمته وقل أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك كما يشرع ذلك عند دخول سائر المساجد وبعد دخولك المسجد بادر بالصلاة ركعتين تحية المسجد وحب ذا لو كانت في الروضة وإلا فصل في أي مكان من المسجد ثم اذهب أخي الزائر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمامه مستقبلا له وابدأ بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم بأدب وصوت منخفض قائلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم آته الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم جزه عن أمته أفضل الجزاء ثم تحول إلى يمينك قليلا لتقف أمام قبر عمر رضي الله عنه فتسلم عليه وتدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان ويلاحظ أن بعض زائر المسجد النبوي يرتكبون أخطاء تعد من قبيل البدع التي لا أصل لها ولم ترد عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن ذلك التمسح بشباك الحجرة وبجنبات المسجد واستقبال القبر عند الدعاء والصواب استقبال القبلة في حال الدعاء ويسن لك بعد ذلك زيارة قبور أهل البقيع التي تضم العديد من الصحابة ومنهم الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وكذلك زيارة قبور شهداء أحد ومنهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب تسلم عليهم وتدعو لهم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا عند زيارة القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية كما يسن لك أخي الزائر ما دمت في المدينة أن تذهب متطهرا إلى مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام فتزوره وتصلي فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في ذلك وليس في المدينة بعد هذا مساجد ولا أماكن تشرع زيارتها فلا يشقن المرء على نفسه ويتحمل الانتقال هنا وهناك لما لا أجر فيه وينبغي الحج والمعتمر إذا رجع إلى بلده فليتذكر ما أداه من شاعر الحج كلما دعته نفسه إلى معصية فليتذكر وقوفه بعرفة وطوافه بالبيت ويقامة ذكر الله عز وجل في أماكن الحج فإن ذلك يعين على عصمته من الذنوب أسأل الله تعالى الجميع حج مبرورا وذنبا مغفورا وسعى مشكورا إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا